نوع بقى العمليات يعني بيتم اتخاذها في حالات السمن بس لحظة قبل ما جابعي سؤال حأخذت من سادر أفضل الكلمات إن هو السمن عندنا قد تكون مرضية وقد تكون غير مرضية المرضية دي لازم أعليك الساب زي ما تفضلت الدكتورها ممكن سبب نفسي بلازم أعليك سبب ممكن أحتاجش عملية قد فيه سبب مرضي فيه خلل في الوظاف بعض الغدد زي الغدد الدرقية مثلا فيه خمول في الغدد الدرقية تمام؟ وأنا ما بجي لي واحد عايزي خس وعايزي أعمل عملية جراحية لازم أخذ هستوري كاملة منه وعمل له فول شيكب ومهم جداً ليه مش مسألات تجارية يعني؟ لا لا خالص لا لا مهم مهم الهستوري جداً لأن احنا زي ما برضو الدكتور شيف قالت كلمة احنا بنفصل العملية على المريض مش كل مريض ينفعله عملية دي يعني فيه واحد زي ما احنا قوله السويت إيترز مثلا ماينفعش عمل له سليف أو لاي التكميم لمعدة أو أصل لمعدة ماينفع لش إن ده حقيقة مش هعمل هيخص الشوحير جايزي التاني ماينفعش مثلاً واحد اللايف ستايل بتاعه بطيء جداً واحد عنده سكر طب سؤال لو بدأنا التضرق كده بيقولوا إن البلونة هي أول عملية تتعمل عشان لو فشلت هو لسه في بعد عملية البلونة مش عملية أولاً البلونة دي حاجة بتتعمل بنظار تحت حاجة سيديشن كده مش عملية جراحية هي فشلة فعلاً هيبصي حنقول مش عايزين نقول فشلة ومش فشلة هي حاجة مؤقتة فكرة فيها إنها المعدة دي حيز أنا بحط فيها حاجة تملى الفراغ لمدة 6 إلى 9 شهر هل يفعل إيه بس يا دكتور دول بيأكلوا كمية أكل ما شاء الله بعد ما يحطوها غريبة يعني بيأكلوا الأكل اللي سهل عشان كده برضو اختيار مريض مهم هل المريض دينفع معاً الكلام دا ولا نفعش معاً الكلام دا أسخد بالحضك في الآخر أنا بعالج عادة مش بعالج واحد مريض إلا اللي هم عنده وعنده مشكلة مرضية نعم أغلب الناس اللي عندهم سمنة مفرطة أغلبهم عندهم هابتس دا عنده متعة في الأكل عنده بتاعته كلها إن هو يأكل ويستمتع بالأكل سواء سكرياته ولا يبزل طاقة يعطوا نار نايم مثلاً وبيأكل مكسرات وبيأكل سويتس وباك وكل حاجة فده أنا بضغط عليه فهو بعضي بدور على مهرب يعني حتى اللي بعمله عمليات فيه ناس منهم ترجع تزيد لأنه ورده ما بيلتزمش بالتعليمات يعود يدور أنا زهقت خلاص بقى طبعاً أنا وصلت للوزن اللي أنا عايزه ويرجع بقى يزود في كمية الأكل ويزود في الحاجات اللي هي بتخم في الديكالوريز يرجع تاني طب إيه أفضل العمليات اللي بتتعمل بتنقص الوزن لكن بعدها غالباً ما بيكونش في خطوة تانية يعني لو أنت بقى ملتزمتش وخسيت عليها مش هنعرف نعمل لك حاجات وهذه تحويل المصار تحويل المصار تحويل المصار سواء المصغر أو المقبل نحن أحضر حاجات هو الفكرة في العمليات الجراحية أصلاً هي أنا رأيي دايماً أقول للمريض ما هي إلا ضايت أو رجيم إجباري أنا أقول أكبرك أن أنت حصغر لك المعدة أو حصغر لك المعدة وحقول لك المصغر يعني أصغر المعدة وألعب في المصغر الطبيعي بتاع الأكل واجيب جزم لماء أحطه مع المعدة المصغرة ديت بحيث أنت لا تستفيد بالأكل ولا يمتص فالأكل بيطلع على الخارق فأنت كان مش هنسيب أو صغر لك المعدة لو كانت زيادة هيحصل قيئة هتترجع بس برضو بعض الناس بتتغلب برضو هو زوال حاجات كانت تعالجي عادة إلا لو واحد عنده مشكلة طبية لأنه إحنا زيما قلنا من شوية تأسيمة السمنة إم تعمل واحد زيما حضرتك طول مية يعني البيم مية بتاعها 30 مثلا ممكن أعملها لو عندها لو عندها أمراض مزمنة فيه مشاكل في المفاصل فيه مشاكل في التنفس لأغلب الناس دي عندها مشاكل في الجهاز الدوري وجهاز التنفسي هنا مشاكل في الجهاز الحركي في الفقرات عندهم مشاكل لو عنده سكر وعنده ضغط فكل ده فعلا العمليات بتعالج الكلام ده بس هو المهم المريض يلتزم